موسيقى اهلا بكم سلطت مذبحة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين الاخيرة مزيدا من الضوء على الممارسات الوحشية وسياسة القتل والتهجير الطائفي والارهاب المتنامي للميليشيات وخاصة ميليشيا الحشب وخاصة ايضا في المحافظات المنكوبة حيث اتهم ذو المغدورين من سكان الفرحاتية ميليشيا العصائب ولواءها الثاني والاربعين المنتشر في هذه المنطقة بخطف اثنى عشر من ابنائهم عثر على جثث ثمانية منهم ملقاة في العراء وبقي مصير البقية مجهولا لتتصعد بعد ذلك الدعوات داخل العراق وخارجه بضرورة لجم هذه التنظيمات الطائفية الارهابية والتحذير من تركها مطلقة اليدين تضرب ذات اليمين وذات الشمال واثارة التساؤلات عن سبب بقائها مع انتهاء حقبة ما يسمى الارهاب خطر وارهاب الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة وما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية ما الضرورة العسكرية والأمنية لبقاء ميليشيات الحشد التي باتت تسيطر على كل مفاصل الدولة العراقية عسكريا وأمنيا وهل ستلجم التحذيرات والمواقف الإقليمية والدولية الميليشيات الطائفية في العراق وتجبرها على إيقاف إرهابها ضد المدنيين وهل ما جرى من مذبحة مروعة في منطقة الفرحاتية في صلاح الدين يندرج في إطار محاولات الميليشيات الطائفية المتكررة تفجير الوضع العراق الطائفية وأين هي نتائج لجان التحقيق الحكومية ذات الصلة بجرائم الميليشيات سواء ضد المدنيين أو ضد المتظاهرين والناشطين السلمين وما هو مستقبل العراق مع بقاء وتغول الميليشيات الطائفية وتهديدها السلم المجتمعي ونسفي أي فرصة للتنمية وإنعاش الاقتصاد العراقي المحتضر كما جاء في الورقة البيضة طيف الطاولة رافع الفلاح ثامر علواني ظافر الشمري أي مواجهة وأي حملة ضد تغول الميليشيات في الدولة بحسب تصريحات الكاظمي وأول عهده يفتتح بمجازر يندلها الجبين ترتكبها الميليشيات مجزرة الفرحاتية في قضاء بلد بقدر ما حملته من دلالات واضحة على عمق العجل الحكومي في حماية المواطن بل وتواطئها ضده فإنها فتحت الباب واسعا لحملات إجرامية منظمة تستهدف العراقيين على أساس طائفي ممنهج لا تزال صدمة العراقيين قائمة من تبرئة مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عمير حتى تبعتها صدمة جديدة من مجزرة الفرحاتية فأصبح واضحا أن العراق سياسة واقتصادا وأمنا تحت مظلة الدولة العميقة فأي تغيير منشود أو إصلاح مؤمل يجب أن يأتي من خارج هذه المظلة وهي مهمة صعبة ومعقدة كما أنها لا يمكن أن تأتي من القاعدة السياسية الحالية المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان كشف جانبا خطيرا من مجزرة الفرحاتية ففي تفصيل مطول معتمد على الشهود والقرائن ثابت أن المجزرة ارتكبتها ميليشيا العصائب بعلم وتسهيل من القوات الحكومية صورونا موبايل تصوير وكان يطلعها على التصوير اللي أخذوه جاية موافقة بعدها منه بس اللي دعنا بعد جهة الخوية أجيها 42 جماعة العصائب وهذا بالفعل ما كان يحدث في كل مجزرة ترتكبها الميليشيات وخصوصا في ثورة تشرين كما هو الحال في مجزرة جسر الزيتون والخلاني والسنك الظروف التي يمر بها العراق وخصوصا فيما يتعلق بالحديث عن ضرورة كبح جماح ميليشيات إيران دفعت ميليشيا العصائب إلى ارتكاب مجزرة الفرحاتية لتبعث عن طريق دماء الضحايا رسالة واضحة بأن مشروعها الطائفي مستمر ولا يمكن لأحد إيقافه أكثر من هذا التحدي العلني والتصريح بالعقلية الطائفية والروح الإجرامية لا يوجد ومع ذلك ثمت أصوات النشاز وحالمون بلهاء يعتقدون بإمكانية التغيير على يد الكاظمي وما شابهه أو كان منه مدانيا أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستفحث في خطر وإرهاب الميليشيات المتناملة سيما ميليشيا الحشد في العراق في ضوء ما جرى من مذبحة مروعة في منطقة الفرحاتية في محافظة صراح الدين التي خطف منها 12 شخصا قتل ثمانية وجدت جثثهم ملقات تهمت فيها طبعا ميليشيا العصاب التابعة للخزع ضيف طاولة دكتور رافع الفلاح الكاتب البحث السياسي وسيكون معنا عمر اسكايب بن عمان الدكتور ثامر علواني مقرر القسم السياسي في هيطة علماء المسلمين ومعنا أيضا سيكون من مدينة سدني في استراليا الأستاذ ظافر الشمري المتخصص في الأمن القومي ومكافحة الإرهاب مرحبا بالضيوف الكرام جميعا حياركم الله نبدأ مع دكتور رافع الفلاح دكتور هناك مذبحة جرت في الفرحاتية السكان والمؤشرات حتى المحافظ أشار بطريقة أو بأخرى وين يعني تراجع أن هناك قوة عسكرية منتشرة في الأرض هي من خطفت 12 من سكان الفرحاتية قتل 8 منهم الأربعة ما زال مصيرهم مجهول التهم المتهم الرئيس ميليشيا العصاب السؤال يعني ما مصلحة الميليشيات الآن في أن تقترف هكذا جرائم ذات صفغة طائفية ومجازر والآن العراق في قبضتها والإرهاب يعني ليس كما كان سابقا البلد في قبضتها لماذا تفجر الوضع لماذا تثير الرأي العام في الداخل والخارج عليها بسم الله الرحمن الرحيم بداية أستاذ ماجد هذه يعني ليست الحادثة الأولى وهذه سلسلة طويلة بدأت منذ دخول الميليشيات إلى العراق لغاية هذا اليوم هذه الغدد السرطانية التي زرعت برعاية أمريكية وإيرانية وربما أقليمية هذه الغدد السرطانية كانوا يعتقدون أنه بل كانت سيطرة عليها هذه الغدد التي يعني تغذى بشرايين الفكر والتوجهات والأجندات من إيران وتأخذ أموالها من داخل العراق وبالتالي تتسلح وتكبر هذه الغدد السرطانية لا يمكن حقيقة سيطرة عليها هذه الميليشيات في ظل نظام الفوضى في العراق لا بد أن تتوسع لا بد أن تبحث عن توسع وتبحث عن مكاسب دائما وتبحث عن صراعات القوة لتثبت نفسها على الأرض هذا ما حصل لطوال هذه السنوات بدأنا يعني كنا نسمع في عام 2003 ببدر ميليشيا بدر فقط وبالتالي الآن يعني هذه المنظمات أو هذه العصابات هذه الميليشيات فرخت يعني وكأنها مكينة للتفريق الآن لدينا ما أعرف أكثر من مئة ميليشيا في العراق أكثر ربما كلها تدين بالولاء إلى إيران وتتصرف به بهذه الطريقة الغريبة عجيبة عموما هذه الميليشيات لديها منهج واحد منهج غرقت به وتوجهات هي الأساس في عملها قتل وذبح ومكتسبات وابتزاز للعالم ليس لديها إلا هذا التوجه وهناك يعني فكر طائفي تغذى به بعد 2014 عندما امتدت هذه الميليشيات بهذه الطريقة وشك لله أما يسمى بالحج الشعبي وبدأوا يتحدثون عن تشكيل مقدس وهذا الكلام ليس له معنى امتدت هذه الميليشيات في كل المناطق وبالذات في المناطق المدن المنكوبة المنكوبة نعم هذه فبدأت ابتزاز العالم كثير من المطقر أن تخذ من شمال بغداد لغاية الموصل وأبعد وغربا وشرقا في هذا الاتجاه أغلب هذه المناطق تعاني من ابتزاز هذه الميليشيات بطريقة واضحة جدا جدا كثير من القرى كثير من النواحي من المناطق ممنوعين أهلها من الوصول حتى إلى بيوتهم من ضمنها منطقة الفرحاتية يعني أهل الفرحاتية هؤلاء لا يبعدون عن بيوتهم أكثر ربما من كيلو متر واحد لكن لا يستطيعون الوصول إلى بيوتهم ومزارعهم وأراضيهم ورعاة لا يستطيعون من شيء تمنعهم لأسباب هي تراها فيها مكاسب اقتصادية فيها مكاسب أمنية هكذا تتصرف وبالتالي في كل مرة تسعى إلى أن تفرض على هؤلاء منطق الرعب والقوة لتهجيرهم أكثر لإبعادهم أكثر لإنهاء حلم العودة يعني مثلما لذلك البعض يتحدث أن العصابات الإسرائيلية في فلسطين تصرفت مثل الميليشيات نفس الميليشيات تصرف مثلها نفس القضية كان الرعب يسلط على هؤلاء الناس والسور الفرحاتية بعد هذه المجزرة والخطف الكل حزمت حقائبها وأثاثها لترك منطقتهم خوفا من مصير مماثل لها نعم إذا سمعت التسجيلات التي في بداية الحادثة الناس تحدثوا أنه ليس فقط أبنائهم خطفوهم وقتلوهم كانوا يهددوهم بأعرافهم يختطفوا النساءهم وكذا وكذا كلام كان يعني لا يموت للمجتمع العراقي بصلة لا يموت للدين الإسلامي بصلة لا يموت إلى أي دين بصلة ولا يموت للإنسانية بصلة هذه كلها جزء من تخويف من عمليات تخويف وأرعاب لهؤلاء الناس لكي يذهبوا وربما هم يعني استنسخوا هذه من الأمريكان عندما بدأوا بالعراق بضرب العراق بالرعب والتخويف صدمة والترويع هذه نفس القضية نفس القضية هم يوجهون هذه القضية في قتل وذبح وبالتالي يرعبون الناس ويهددوهم بأعراضهم هؤلاء ناس لا يملكون شيئا أضيف على ذلك أن هؤلاء الناس لا يمتلكون سلاحا يعني حتى سكاكين الصغيرة فرغوا بيوتهم من كذر التفتيشات من كذر ما فتشت بيوتهم وأخذت منهم كل شيء حتى وسائل دفاعاً نفسهم لا يمتلكونها بعد أن يقتل أولاده ويهدد بناته وعائلته فيضطر إلى الهروب وهذا هو المطلوب هذا جزء من عملية التغيير الديمغرافي الموجودة وهذا جزء من مخطط الميليشيات التي تسعى إليه لذلك هذه العملية لن تتوقف يعني أنت تسألني تقول الآن ماك ورهاب لكنه سلسل التغيير الديمغرافي مستمر على ذكر لن تتوقف أيضاً هناك مخاوف من أنه مثل هذه المذابح قد تفجر الوضع طائفياً من جديد دكتور ثامر علواني أهلاً وسهلاً بيك أولاً إياكم الله أخي الكريم الخارجية الأمريكية ذهبت أيضاً معضدة لشهادة السكان وذوي المغدورين اتهموا طبعاً اللواءة الـ 42 يقوده شخص اسمه أبو باقر التابع للخزعلي بخطف الـ 12 وقتل الـ 8 قالت أنه الخارجية الأمريكية أنه جماعات موالية لإيران تقصد الميليشيات ظالعة بمجزرة الفرحاتية في محافرة صلاح الدين وأيضاً موقع أمريكي المونيتر يقول مجزرة الفرحاتية قد تفجر الوضع أو تعيد أو تذكي أو تنعش أن عارات الطائفية مرة ثانية في العراق تعرف أنه هذه المنسوب الطائفي انزوى أو انحدر بعد تظاهرات تشرين هل هناك فرصة فعلاً لعودة الطائفية مرة ثانية؟ وهل الميليشيات فعلاً في وارد تفجر الوضع الطائفي الآن من مصلحتها؟ تحية لك أخي الكريم وضيفيك الكريمين في الستوديو عبر سكايد أولاً جريمة الفرحاتية جريمة بشعة بكل المقاييس وهي فعلاً تدخل في إطار سهداف الطائفي لأهل السنة كما تفضل الدكتور رافع في هذه المناطق التي شهدت مجاز متكررة بحق أهالي هذه المنطقة قضاء بلد الهدف منها واضح من هذه الجرائم هو إعادة تكرار سيناريو التهجير الطائفي بحق أهالي بلد والمناطق الأخرى الجديد في الأمر هو أن هذه الميليشيات هي منذ سنوات تسيطر على هذه المنطقة بشكل كامل أمنياً اقتصادياً عسكرياً كل شيء لا يستطيع أحد أن يدخل إلى هذه المناطق أو يخرج منها إلا بعلم هذه الميليشيات ولأن أصبح أهل القضاء أسرى منذ سنين هم أسرى لهذه الميليشيات ومع أنهم أسرى هناك جرائم بشعة ومجازر بشعة ترتكب بحقه وحقيقة أن هذه الجريمة جريمة الفرحاتية فيها عدة رسائل أرادت الميليشيات أن ترسلها لجهات متعددة الميليشيات أرادت من إيصال هذه الرسائل لدول إقليمية لأحزاب للحكومة نفسها وللناس نفسهم داخل القضاء فهي لم تكن هي الجريمة وحدها أيضا كانت جريمة في نفس اليوم هي جريمة حرق المقرات الحزبية لا ندافع عن مقرات الحزبية الكردستانية في بغداد ولكن هذه انتهاكات حصلت في يوم واحد وأمام نظر الحكومة فأرادت أن ترسل الميليشيات عدة رسائل أولها هو إرهاب الناس وإدخال الرعب في قلوبهم وتذكيرهم بالمجازر السابقة التي ارتكبتها الميليشيات والقوات الحكومية في هذه المناطق وأرادت أيضا أن تخضع الناس إلى ما تريد الميليشيات وعدم الاعتبار والمحاولات التي يحاول الناس من خلال حماية أنفسهم الاحتماء بالقوات الحكومية حتى يوصلون الناس إلى إحباط متكامل يوصلون الناس إلى الإحباط الكامل من وقوف القوات الحكومية إلى جانبهم وهذا فعلا هو ما حصل تحقق لأن المجرب الذي ارتكب هذه المجزرة هي الميليشيات نفسها ميليشيات العصائب والشهود وكل من رأى الجريمة ومن كان شاهدا على الجريمة قال أمام الرأي العام وأمام التلفاز وأمام تصريحات كثيرة من الناس من الذين ارتكبت بحقهم هذه من أهالي من دول المختطفين قالوا إن ميليشي العصائب هم من ارتكب هذه الجريمة ولكن بمن استنجدوا بعد ذلك بعد أن وصلوا إلى مرحلة وإلى قناعة تامة أن الخدلان من الحكومة ومن السياسيين ومن قوات الحكومية استنجدوا بميليشي العصائب لإطلاق صراح المغيبين الآخرين مع العلم في المنطقة منتشر أيضا لواء المغاوية التابعة للداخلية إذا كنت تسمعني يحتمون بالقاتل بمن قتل أبنائهم يضاف إلى ذلك أن الراع الرسمي الإيراني يريد أن يزعزع الاستقرار النسبي لهذه المناطق بعد أن وئدت الطائفية من خلال المظاهرات التي شهدتها ثورة تشريل وأرادت إيران أن توصل رسائل بأن الصراع بالعراق لا يمكن أن ينتهي إلا بإرادة إيرانية إذن إيران قادرة على التحكم بمشهد الأمني في العراق وهي قادرة على أن توصل رسائل واضحة إقليميا ودوليا ولكن المؤسف هو أن الدول العربية ودول الجوار تصمت صمتا تاما أمام هذه الجرائم وأن صمت المجتمع الدولي إلى سمعتني دكتور نتحول لا سدني نرحب بضيفنا من هناك الأستاذ ظافر الشمري مرحبا بك معنا أستاذ ظافر حياكم الله أستاذ ماجد تحية لضيوف الكرام ولمشاهديكم الأحزاء أهلا وسهلا أستاذ ظافر تعلم ويعلم الجميع أن في العراق الآن ربما جيوش مليونية من الجيش من الشرطة من مكافعة الإرهاب من الفرقة الذهبية من السوات من الشرطة المجتمعية من شرطة حدود مسميات كثيرة مليونية وطبعا تستهلك ربما ثلث أو أكثر من ثلث الميزانية ميزانية الدولة العراقية والإرهاب الحكومة أعلنت أنه تم القضاء عليه وتم الاحتفال به من زمن العبادي ما الضرورة العسكرية والأمنية لبقاء هذه الميليشيات الآن في العراق ميليشيات الحشد التي تهيمن على الدولة تستنزف الكثير من القدرات المالية ويعني أسلحة وما إلى ذلك والآن الحقيقة الآن مو فقط هي عالة على الدولة العراقية الآن هي مهدد رئيسي للمجتمع ومهدد حتى للاستثمار والتنمية كما جاء في الورقة البيضاء للكاظم يتحدث أن عسكرة المجتمع معوق أساسي للنهوض بالاقتصاد العراقي إطلاق خطة للتنمية المستدامة والاستثمار هل هناك من ضرورة أمنية وعسكرية لبقاء هذه الميليشيات؟ يعني في البداية خلينا ننطيف التصور ما هو السبب الذي استدعى تشكيل ما يسمى بالحشد الفصائل المسلحة أو الميليشيات التي جندتها إيران من أجل الصراع على السلطة في العراق بدأت قبل 2014 أو بكثير منذ 2005 أو 2006 تحت مسايميات مختلفة مقاومة الاحتلال الجيش المهدي وغيرها هذه الميليشيات تعمل ضمن استراتيجية بعيدة المدى يعني أنا كتبت عدة مقالات في المركز العربي الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات وفي الحوار المتمدن ذكرت فيها بعد أسبوعين فقط من سقوط الموصل أو تسليم الموصل إلى داعش أن إيران تقف خلفه استدراج الفصائل أو تنظيم داعش استاذ ظافر دكرت تسليم الموصل من سلم الموصل من المسلم أنا ذكرت هناك خطة يعني خطة إيرانية لاستدراج تنظيم داعش إلى الموصل لسببين بالحقيقة السبب الأول هو فك الضغط عن سوريا التي كانت تعاني كثيرا في ذلك الوقت طبعا بالمناسبة كان المالكي والفياض يتهمون سوريا بدعم الإرهاب وقدموا طلب إلى الأمم المتحدة بأن سوريا تدعم الإرهاب في العراق وأرادوا أن يفك الضغط عن سوريا واستدراج تنظيم داعش إلى الموصل ليس فقط من أجل يعني إعطاءهم الموصل ولكن كانت الخطة استدراجهم إلى الموصل وكانوا يتصورون أنهم سيتمكنون من دحر هذا التنظيم خلال أيام لكن طبعا المعاملة السيئة التي كان يعاني منها أهل الموصل أيضا القوة التي تفاجأوا بها على أعداد الكبيرة التي دخلت إلى الموصل بعد ذلك سببت لهم مشاكل فهذه هي بس مقدمة استطراد لمسألة تأسيس ما تسمى بفصائل الحشد ثم سمي رسميا الحشد بعد ذلك في زمن العبادي هل هناك حاجة؟ الحاجة انتفت يعني السبب المعلن لتشكيل أو لتجميع هذه الفصائل أو الميليشيات ضمن القوات المسلحة العراقية هو محاربة داعش هم أعلنوا أن داعش تم القضاء عليها لكن اليوم أيضا نزال نسمع أن هناك عمليات تقوم بها قوات تحالف الدولي مع القوات العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب في مناطق واسعة تمتد دوليالة إلى كاركوك إلى أربيل يعني في هذه المنطقة ويقال أن هناك عمليات كثيرة معه يعني ممكن أن تكون هناك حركات ممكن أن يكون هناك بعض المتبقين في الخنادق أو الأنفاق لكن هل هناك حاجة تستدعي كل هذه الفصائل التي تحارب أو هذه الميليشيات التي تحارب؟ أنا من وجهة تضريل الجيش العراقي بتعداده بمع جهاز مكافحة الإرهاب الذي هو منصوص أن واجباته فقط محاربة داعش من أجل تحييده وعدم إطلاق يديه في محاربة الإرهاب الآخر هنا نجب أيضا أن نتفق على تعريف الإرهاب حتى لا يتشوش فكر المستمع يعني ما هو الإرهاب ولماذا نسمي هذه الميليشيات أو نطلق عليها صفة الإرهابية الإرهاب هو عملية طبعا لا يوجد تعريف عالمي محدد لكن هناك تعريفات لوزارة البنتاغون وهناك تعريف للهوملاند وهناك تعريف لوزارات داخلية العرب وهناك كل دولة لها تعريف لكن التعريف العام أو المشتركات كل جهة تعرف الإرهاب بما يناسب سياستها أو مصلحتها أو ربما يتيح لها ضرب خصومها السياسيين بالتأكيد لكن نعرف أن الإرهاب هو عملية فرض فكر أو أيديولوجية معينة بالقوة باستخدام العنف وإنتج عنه ضحايا مدنيين أبرياء أو تدمير في الممتلكات مهما كان هذا الفكر سواء كان الفكر ديني سواء كان فكر سياسي سواء كان فكر اقتصادي أي عملية فرض مثل هذا الفكر وفرضه بالقوة وبالعنف إذا ما وجهه بالرفض هو إرهاب هذه القواعد المشتركة للإرهاب لكن طبعا الدول تسمي فهناك من يسمي المقاوم يعني مقاتل من أجل الحرية فيما يسميه طرف آخر الإرهابي وهنا ولذلك لا يوجد تعريف عالمي من واحد هل توجد حاجة؟ قلنا الحاجة انتفت الجيش العراقي بتعداده الذي وبأجهزته الأمنية والاستخبارات لنسلك على نقطة قبل فاصل استاذ ظافر أشكرك على هذا التوضيع الحشد عندما شكل بفتوى السستاني الجهاد الكفائي بعد ذلك أخذ اسم ميليشيا الحشد هل كانت مهمته عسكرية وهو عملية يعني مقاتلة ما يسمى الإرهاب واسترجاع المحافظات التي سيطر عليها الإرهاب أم أيضا كانت له مهام أمنية على طريقة الأجهزة الأمنية الشرطة الأمن بقية الأجهزة اللي في الداخل يعني الحشد متهم بقتل متظاهري وهي مهمة أمنية داخلية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية يعني يفترض أنه مهام أو هكذا يفهم أنه مهام الحشد هو نفس مهام القوات المسللة الجيش عمومة الجيش وهو الدفاع عن حدود يعني الوطن أتفق أتفق الفتوى فتوى الجهاد الكفائي نصت على وجوب التطوع في القوات المسللة لكن هناك استراتيجية إيرانية يعني أنا دائما نذكر هناك استراتيجية الأمن القومي الإيراني أهدافها هي ربط طهران بالبحر الأبيض المتوسط ربط إيران بالبحر الأبيض المتوسط هذه الاستراتيجية تهدف يعني لا يتم أو لا يتم تحقيق أهدافها إلا من خلال عسكرة المجتمعات في العراق وسوريا ولبنان وهذا يمكن أنا ذكرته في حديثي الأول يمكن مع في هذا البرنامج في شهر خمسة الماضي نعم ذكرت أن هناك استراتيجية لعسكرة المجتمع عسكرة المجتمع تبدأ بالتجهيل وأيضا بزيادة البطالة ومن ثم عرض الأموال ومنح السلطة وكل هذه الأمور من أجل يعني أن يكون المجتمع معبأ أسكريا بكي يسيطر على النقاط الواجب السيطرة عليها من أجل تحقيق المشروع الاستراتيجي الأكبر من ضمن هذه الاستراتيجية هو عملية تشكيل شبكات هذه الشبكات نحن في مجال الأمن القومي ومكافأة الأرهاب نسميها شبكات الجريمة المنظمة شبكات الجريمة المنظمة هي عملية السيطرة على مفاصل حساسة مفاصل أمنية مفاصل مالية اقتصادية لوجستية نقل لذلك ترى أن هذه الميليشيات سيطرت على المنافذ سيطرت على الموانئ سيطرت على البنوق سيطرت على كثير من مفاصل الدولة حتى استغلت بعض ضباط الكبار في الجيش أو أيضا نعلم أن مسألة الدمج هي عملية دمجها يعني عناصرها في هذه الأجزاء الحكومية من أجل ضمان السيطرة الوجود لذلك هناك نرى أن بعض الفصائل تمتد في المناطق الأنبار والغربية وعلى الحدود السورية هذه مهمتها تأمين خط الوصل من ديالة حتى القائم وحتى الحدود العراق الغربية السيطرة على هذا الطريق الذي يتم من خلاله نقل أسلحة ونقل مقاتلين إلى سوريا وإلى لبنان إذا استوجب الأمر الآن انتهت عملية الجهاد الكفائي لذلك لا يوجد أي مبرر لفقائها لكن إيران تعمل ضمن استراتيجيتها على هذا المثلث الذي ذكرت أنا في إحدى تغريباتي هناك مثلث قسم يكون رسمي وقسم يكون موازي يسمى مقاومة وقسم يكون يمتلك أو يسيطر على مفاصل الدولة أيضا سنناقش اسمح لي استاذ أضافر أشكرك جدا واضح جدا سنناقش بعد الفاصل قضية قضية ما يسمى الآن في العراق يعني الدولة ولا دولة وهل بإمكان الدولة الهشة أن تتابع الجرائم أو المجازر المتهمة بها عناصر الدولة وتقديمهم إلى القضاء كما يعد في كل مرة الكاظمي وكما وعد أيضا العبادي من قبله نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا هنا وعبر سكايب في موضوع خطر وإرهاب الميليشيات في العراق بقو معنا اشتركوا في القناة رافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات لذا يرجى من المتابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار هذه الحلقة تبحث في خطر وإرهاب الميليشيات الطائفية المتنامي في العراق ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي ومعنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية دكتور ثامر العلواني ومن مدينة سدني في استراليا الأستاذ ظافر الشمري دكتور رافع الفلاحي هذه الجرائم المجازر قتل المتظاهرين خطف مسلح مجازر في الفرحاتية وغيرها تقوم بها طبعا متهمة بها الميليشيات ميليشيات الحشد بالدرجة الأولى وهناك مطالبات أين الدولة؟ لماذا الدولة لا تصدى لهذه الميليشيات؟ تلجمها؟ تصادر أسلحتها؟ يعني تدفع بالمجرمين منهم إلى القضاء وهناك من يتحدث أن الدولة غير متواطئة مع هذه الميليشيات لكنها ضعيفة الآن الدولة هشة وضعيفة اليد الطولة لهذه الميليشيات هذا عذر مقبول للدولة عندما يدافع عن أنصار الدولة بهذه الحجة مقبولة أن الدولة الآن ضعيفة وهشة ولا تقوى على مواجهة هؤلاء خاصة ما جرى في قضية البعيثة الميليشيات اعتقلت جهاز مكافعة الإرهاب وهو القوة اليفترض أن الدولة متعكزة عليها أن هذه قوة ضاربة طبعاً هو التسمي أساساً بها التباس أستاذ ماجد نعم أنه في العراق هل العراق دولة أو غير دولة؟ دارج الآن هذا دكتور يعني بالكلام العادي هو يتحدثون عن دولة لكن بالمفهوم الواقع هو لا دولة في العراق لا دولة لأن هذا مفهوم الدولة هذا مفهوم فضفاض لم تكن فيها مؤسسات ورجالات والدولة مثل ما يقال برجالاتها برجالاتها ومؤسساتها والقوانين التي تحكمها والأطرة التي تحكمها وتوجهاتها والعقيدة التي تمضي بطريقة هذه كلها غير موجودة يعني بالعراق الآن كلها لا دولة لا دولة طبعاً نعم بدليل الآن من يعني هناك حكومة هناك سلطة نعم نعترف أن هناك سلطة تعين سلطة وهذه السلطة في العراق برؤوس كثيرة أنا تحدثت في هذا الموضوع ربه ما أكثر من مرة رؤوس كثيرة أضعف رأس في هذه الرؤوس الكثيرة للسلطة ورأس الحكومة كل الرؤوس الباقية هي الأقوى وهي المسيطرة وأولها رأس الميليشيات وأذروحها فبالتالي هي هذا رأس الميليشيات وأذروحها هي من تعين السلطة يعني من عين الكاظمي يعني مو بالتالي هم قالوا طلع الخزعلي وغيره قالوا نحن الذي نجئنا به وفعلا هذا وإحنا توافقنا عليه وقلنا له مهمتك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أكثر من هذا اللي تروح وإذا ما خرجت عن هذا سنحاسبك ونقيلك هذا الكلام مواضح وغلس أنت جبناك وغلس الباقي هذه الأمور ولم يستطع أن يقول شيئا ولم يخرج ليقول هذا الكلام مصحيح وأن يعتقل الخزعلي وغيره إذا كانت هناك دولة ومفهوم دولة وسلطة كذبة هذه كبيرة وحاولوا أن يوهم الناس أن هذه ثورة التشترين هي من جاءت بالكاظمي هذا الكاظمي ابن هذه السلطات ابن هذه التركيبة السياسية الرثة التي تتحكم العراق من عام 2003 لحد الآن بالتالي أنا أريد أن أتحدث عنه أن هذه الميليشيات بحركاتها بوجودها بتصرفاتها بالقتل بالذبح بكل هذه الفوضى التي تثيرها هي مأمورة هي أذرع إيرانية إيران ترى في العراق يعني السلطة في العراق سلطة تابعة لها وهي تسيطر على هذه السلطة بهذه الأذرع ومن يتعدى هذا الموضوع ينال عقابة وبالتالي هي تحركها بالاتجاهات الأخرى بما يخدم استراتيجية قريبة والبعيدة في صراحة مع أو هذه المشاكسات ربما البعض لا يقبل في صراحة بين أمريكا وإيران حتى في المشاكسات الموجودة بين أمريكا وإيران في داخل العراق هذه الأدوات هذه الأذروح هي الأساس في هذه اللعبة هاي ضرب القنابل على المنطقة الخضراء قصف السفارة الأمريكية قصف المطار التهديد معرف منه يطلع الخزعلي يطلع العامري هذا الكلام كل ليسوا انتظاهره عن السفارة الأمريكية هذا كل جزء من مشاكسات من خطط إيرانية للإيحاء للآخرين لإيحاء لأمريكا أن الحاكم الفعلي للعراق هي الميليشيات وهي إيران أساسا فبالتالي هذا الصراع موجود في العراق وهذا الصراع حتى يستمر وهذه الفوضى حتى تستمر هناك تعتقد إيران وتعتقد هذه الميليشيات عندما تطلق صراع تطلق لها اليد أن هناك فئات من الشعب العراقي هذه غير مرغوب به ولنتحدث بهكذا بصراحة هناك تسميات لديهم هم طبعا وأنا يعني يجب أن نعترف إذا كانت هي هذه الميليشيات الشيعية فهي قد دمرت الشيعة وماذا فعلت للشيعة وبالذات هذه اللي كانوا يعتقدون أو يقولون أن الحاضن الشيعية لنا في الجنوب كلها أثارت ضدهم وأحرقت مقراتهم وبالعكس جاءت بالبلدوزرات لترفع حتى مقراتهم من مدنهم جرافات هذه الحقيقة فبالتالي هذه الميليشيات لا تنتمي لأحد لا لطائفة هذه تنتمي لفكر وتوجهات وأجندة خارجية لها لها اسلوب لكن بالعموم هي تريد أن توحي أنها تدافع عن طائفة معينة ضد طوائف أخرى والطائفة السنية أولها فبالتالي هذه المناطق اللي سيطرت عليها التي تسميها أرهابا واللي يتحدث ضيفك بشكل رائع عن الأرهاب وتعريف الأرهاب وأكثر من مفهوم وكل واحد يتصرف بالأرهاب بالمفهوم الذي يخدمه فبالتالي ترى هؤلاء أرهابين ويجب أن تتعامل معهم بهذه الطريقة لا تتعامل معهم وفق منطق المواطنة ولو كانت المواطنة موجودة ولو كان الدستور يرعى المواطنة لما شكلت هذه الميليشيات ولما كانت هذه العصابات تفعل بهذا الشكل وكان القانون هو الأساس نحن في هذا الموضوع أعود مرة أخرى أقول أنه لا دولة في العراق لأنه لا قانون يحكم لا سلطة تراها يعني أن تستطيع أن تعتمد على سلطة واحدة وتقول أن هذه السلطة إذا ما قربت سيمضي قرارها إلى النهاية لا هذا الكلام غير موجود في العراق وهذا الكلام أيضا يعضد في مقال في صحيفة القارديان تقول في العراق دولة موازية هو جيش موالي لإيران معضلة الكاظمي الكبرى هي ولنستطيع التعامل مع هذه الدولة أو لا دولة نعم هذه حقيقة أشكرك ثامر العلواني عقب كل مجزرة أو جريمة تتصاعد أصوات المنظمات الحقوقية الدولية أو مواقف دولية أمم المتحدة الخارجية الأمريكية وما إلى ذلك تندد بهذه المجازة تحذر من استمرار القائمين بها ومن سياسة الإفلات من العقاب هل تعتقد أنه استمرار هذه المواقف المنددة أو الشاجبة أو المحذرة ستردع الميليشيات الطائفية عن إرهابها ستتوقف عن هذا الإرهاب ضد السكان المدنيين ضد الناشطين ضد المتظاهرين وسؤال أيضا متعلق به هناك لجان حقومية تتشكل عقب كل جريمة ولا يرى المجتمع أو الرأي العام أي نتائج لها يعني لا هناك نتائج حكومية في الداخل تردع ولا مواقف دولية تردع يعني الحكومات العفو الميليشيات ستبقى كالثور الهائج تماما مثل ما تفضلت آخر سؤال ستبقى هكذا الميليشيات منذ ظهورها على الساحة العراقية الثالثة طبعا ما ظهرت بجيش المهدي وكان أيضا ميليشيا منظمة بدر وغيرها فكانت متواجهة على الساحة العراقية منذ دخل الاحتلال إلى العراق وهي تعتبر مصدر خطر على العراق والشعب العراقي وارتكبت جرائم بشعة منذ ظهورها بالعراق بشكل علني بشكل رسمي مدعوم من الحكومة ابتدأت بالخطف وابتدأت بالاغتيالات في البصرة وبغداد ومناطق الجنوبية وانتهاءا بمجزرة الفرحاتية وحقيقة هي لن تنتهي بهذه المجزرة لكن كعمل إجرامي ومجزرة بشعة آخر ما ارتكبته ووصل إلينا هذه الميليشيات هي مجزرة الفرحاتية إذن هي ستستمر كلما تطلب الأمر منها ذلك الميليشيات الموالية لإيران والتي تعمل ضد مصالح العراق ومصالح العراقيين هي مشكلة وخطر كبير على العراق وعلى سيادة العراق وعلى استقرار العراق ودول العالم تعلم بذلك تمام المعرفة وفي بعض الأحيان تصرح بأن هذا خطر وتحذر من الانتهاكات وفي غالب الجرائم وغالب الأوقات هي تصمت ولا تصرح ولا تندل إذن هذه المواقف الدولية والتحذيرات الدولية هي تتحرك بحسب مصالحها الشخصية بحسب مصالح الدولة هذه أو تلك والميليشيات تعلم ذلك وإلا كيف يمكن أن نفسر موقف الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة في العراق التي كان مفروض منها أن تكون أول منددين والمحذرين والناقلين معاناة الشعب العراقي للعالم كيف نفسر أنها تتهاون مع هذه الميليشيات وتداهن هذه الميليشيات وترتكب هذه الميليشيات أمامها جرائم بشعة ويتصبت ولا تتحرك ولا تندد تنديدا حقيقيا إذن هناك تحذيرات دولية هناك انذارات دولية ولكنها خجولة فإذن لا يمكن أن نعتمد على هذه التحذيرات وعلى هذه التنديدات وهي لن تأتي بشيء جديد لصالح الشعب العراقي ما دامت سياسة الإفلات من العقاب هي السائدة في العراق فلن تتوقف هذه المجازر بل إن المصيبة أن من نرتكب هذه المجازر هم الذين يسيطرون على المدن وهم الذين يسيطرون على الدول وفيما يتعلق في جانب اللجان التحقيقية حقيقة هذه من أقبح الأمور التي تقوم بها الحكومة هي لجان تحقيقية لا تريد أن تأتي بنتيجة إيجابية لصالح الشعب ولصالح المظلوب هذه اللجان هي شكلت لأن تتهرب الحكومة من المسؤولية وتسوف الحقيقة لأن اللجان التحقيقية يتم تشكيلها من قبل السلطات الحكومية للوصول المفروض إلى نتائج حقيقية مرتبطة بهذه الجريمة أو تلك الجريمة والمفروض أن تكون هذه اللجان لجان نزيهة لجان ذات كفاءة عالية لا تخضع للترهيب لا تخضع للمساومات ولكن بالحقيقة شكلت لجنة لمتابعة من يطلق الكاتيوشي على المطار وجرام أخرى برئاسة فالح الفياض وقاسم الأعرجي إذن حقيقة أن هذه المليشيات هي تخضع لإرهاب هذه اللجان هي تخضع لمساومات وتخضع لمصالح شخصية لنفسها من قبل هذه المليشيات وهي تخضع أيضا لإرهاب هذه المليشيات وإذا حاولنا أن نرجع إلى عدد اللجان التحقيقية التي شكلت في العراق منذ 2003 أول لجنة شكلت مئات اللجان وشكلت بحوادث ممكن أن نقول أنها لو حصلت في دولة أخرى لهزت البلاد لهزت العراق حوادث كبيرة جدا تسببت بأزمات كبيرة جدا ولكن ما هي النتيجة لم تخرج بنا داعش بدون أي نتيجة أشكرك دكتور تامر أشكرك أعتذر منك لأن الحقيقة الوقت اداركنا كثيرا نسأل ضيفنا أستاذ ظافر الشمري في سيدني هناك من رأى في هذه المذبحة مذبحة الفرحاتية طبعا ومع الأسف يتوقع أن هذه تتكرر في مناطق أخرى خاصة في المناطق المنكوبة المستعادة من سيطرة تنظيم داعش أنها محاولة لتفجير الوضع الطائفيا إذكاء الطائفية كل قوى العملية السياسية اللي جاءت بعد 2003 باعتراف ركن من أركان العملية السياسية بهاء العرجي ليس لديهم الرؤية أو مشروع أو توجه سوى الاتكاء على الطائفية الطائفية الآن خمدت بعد ثورة تشرين الخطاب الطائفي أصبح الحقيقة مقرف المجتمع يشمئز منه والجماعة ما عدوا من غير الطائفية فهذه محاولة لتفجير الوضع طائفيا وإحداث ردة فعل من الآخرين هناك ميليشيا بين قوسيا الشيعية تهاجم منطقة سنية خالصة تقتل منهم 8 وتقتل تقتل 12 تقتل 8 إذن هذا الوضع إثارة الحساسية الطائفية مرة ثانية تعتقد الميليشيات ستنجح المجتمع أو بعض من المجتمع قد يتناغم أو يتجاوب مع هذه التوجهات كما كان حال قبل 12-14 سنة لا أعتقد أن المجتمع سيقع فريسة وضحية مرة أخرى للنهج الطائفي هذه الميليشيات بعد ثورة تشرين أفلست أفلست لأنها لأن جرائمها تمتد من الجنوب وحتى الشمال ولا يعني ولا تقتصر على منطقة معينة هذه الميليشيات تحاول أن يعني في هذا الوضع بالذات وخاصة في هذه الأيام قبل الذكرى السنوية الأولى لثورة تشرين تحاول إثارة هذه النعرات الطائفية من أجل الاستفافات وبالتالي استعدادا للانتخابات القادمة هذه الميليشيات تحاول يعني هي بنهجها بفكرها العام نعم هذا الفكر العام الذي تم ترسيخه في العناصر الدنيا الموجودة على الأرض من قبل القيادات التي لا تتردد أبدا في تخدام يعني الخطاب الطائفي حتى وإن لم يكن هناك توجيه يعني أمر قيادي مباشر من فوق لكن العقلية التي ترسخت الذهنية التي أصبح يؤمن بها عنصر الميليشيات أنه لديه السلاح لديه السلطة هو مقدس هو بعيد عن القانون لذلك يحق له أن يفعل ما يشاء بحسب هواه ومعظم هؤلاء العناصر هم من يعني عديمي الفكر عديمي الثقافة الذين من السهل جدا يعني قولبتهم ضمن قالب معين الذي ينفع الاستراتيجية الايرانية واستراتيجية قادة الميليشيات لذلك قادة الميليشيات يقولون أنه نحن لم نصدر الاوامر وهذه تصرفات فردية هي ليست كذلك التصرف الفردي في العمل جاء نتيجة ترسيخ الفكر في عقل هذا العنصر بأن من يخالفه فهو يستحق القتل يعني هناك ولذلك كما ذكرتم أنه شفرت الفعل في الجنوب تجريف مقراتهم قتل عناصر من ميليشياتهم أظهرت يعني كم الغضب الموجود نعم لدى الشعب حتى في الجنوب ليس فقط في الشمال من الجرائم التي يتم ارتكابها الجرائم طبعا أشكرا ليست القتل وحده هناك يعني جرائم كثيرة لو أردنا أن نصنفها سنؤلف كتابا في أنواعها تدعوا أنواع كثيرة من الجرائم هم يحاولون فصل هذا فصل المجتمع من أجل الضرب ثورة تشرين وبالتالي أي شخص يقف بوجوههم سيكون إرهابيا حسب تصنيفاتهم وما يطلق على ذا وما يطلق من غير هذه من أوصاف أنا أعتقد أن هذه الميليشيات لا تعمل حتى هذه الميليشيات العصائب لا تعمل لوحدها أشكرك أستاذ ظافر واضح أنا أعتذر من عندك أعتذر من عندك لأن الوقت اتهى عندنا دقيقتين راح نخليهن الدكتور رافع حتى نختم مع دكتور مستقبل العراق مع بقاء هذه الميليشيات تعرف هذه الميليشيات الآن باعتراف حتى الحكومة مهددة للأمن والسلم المجتمعي مهددة لللحمة الوطنية مهددة حتى للاقتصاد في الورقة البيضاء تحدث الكاظمي أن عسكرة المجتمع يعوق أي فرصة للتنمية وينعاش الاقتصاد المحتضر والمتهالك في العراق العراق له حاضر أو مستقبل مع بقاء هذه الميليشيات الآن لا حاضر ولا مستقبل للعراق ويبقاء هذه الميليشيات هذه الميليشيات تعيش وتعتاش على الفوضى ولا يمكن بناء دولة ولا يمكن بناء خطوة قادمة خطوة للحاضر والمستقبل في ظل الفوضى الفوضى الآن سياسية مجتمعية أمنية اقتصادية في كل الاتجاهات وهذه عندما تعود إلى جذورها ستجد أن العصابات والميليشيات وهذه الأحزاب التي تدعمها كلها وراء هذه الفوضى وجود هذه الفوضى هي الرئة التي تتنفس بها هذه الميليشيات وهذه الأحزاب وهذه القوى العصابية وهذه التي تتنفس بها إيران بوجود فوضى وضعف في العراق لذلك مطلوب أن تبقى هذه إذا ما بقيت هذه فالعراق ذاهب إلى ضعف وضعف وضعف وانكسار كامل لا بد من نهاية يقول موندس الحشد هو إيدنا القوية فكيف نقطع هذه الإيدة هنا نعم إذا ما قطعت هذه اليد هم يعرفون إذا ما قطعت هذه سيعود العراق إلى حاله هذه اليد التي هم كانوا يعرفون أنه هذا هذا البرنامج هذا المشروع الاحتلالي سيأتي عليه ستأتي عليه اللحظة وينتهي والناس ستطالب بإنهاء هذا بسبب الخراب بسبب عدم عدم إعطاء شيء هي تطالب الآن حقيقة وهي الآن تطالب فبالتالي هم كانوا يتسترون بستار أنه هناك حاضنة وهناك تشجيع لهم وهناك هذا المقدس هذه العبارة المقدسة والفتوى هذه كلها سقطت مرة واحدة الآن ليس لديهم إلا البندقية إلا القتل إلا الذبح إلا إثبات إنهم هم الأقوى وهم القادرين على تخويف الناس وذبح الناس إذا ما خرجوا عن خطوط معينة رسموها وهذه التصرفات جزء من عده هذه ستقود العراق إلى فوضى وإلى حمام دم وإلى مجازر كبيرة جدا جدا لابد من إنهاء هذا الموضوع وهذا موكل للشعب طبعا لن يستطيع أحد أن ينهي هذه القضية إلا الشعب لأن هذه الحكومات إذا كنا نعاول الحكومات هذه جزء من هذا من هذا البرنامج من جزء من هذه الفوضى لا يمكن أن تفعل شيئا الشعب هو من يستطيع أن يفعل شيئا وينهي هذه ولذلك هناك تحشيد لإطلاق تظاهرات جديد يوم 25-25 أول الجاري مشاهد الكرام بهذا نصل لأختام هذه الحلقة من طاولة حوار بحثت في خطري وإرهاب الميليشيات المتنامي في العراق لا سيما ميليشيا الحشد غدات مجزرة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين ولم يتبقى لنا إلا نشكر ضيوفنا الذين كانوا معنا في هذا النقاش وهم كلهم من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان مقرر القسم السياسي فيهية علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني كمان نشكر ضيفنا من مدينة سدني في أستراليا الأستاذ ظافر الشمري المتخصص في الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وإلى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة